مساء الخير لم يتعب نبض الأرض فقاوم ترابا وركاما ومبانيا مهدمة وأعطى من عمقه إشارات الوجود والبقاء على قيد الحياة فالأرواح بسبعة أيام ظلت بسبع أرواح وصمضت بقلوب تخفق طلبا للإنقاذ وتحدت آليات إزالة الدمار لتولد من رحم التراب أطفال أنقذوا وآخرون ينتظرون فرق الإنقاذ ويؤجلون تحرك عجلة الجرف وإزالة الركام بآليات لا ترحم وعلى قائمة المنتظرين عائلة اليس الحداد الذي ظهرت علامات بوجوده على قيد الحياة أما أسرة خلف فقد تلقت نبأ وفاة أبنائها الخمسة والذين هجروا لبنان إلى تركيا بحثا عن ظروف أفضل فخطفهم زلزال مدمر لكن الهزات الكارثية وصلت الجسور السياسية من تركيا إلى سوريا ومن تركيا إلى اليونان وفعلت ديبلوماسية إعادة إعمار العلاقات والبنى المتقطعة وفي أول زيارة رسمية لزعيم خليجي بعد الزلزال حتى وزير الخارجي الإماراتي عبدالله بن زايد آلنهيان في دمشق والتقى الرئيس بشار الأسد مؤكدا التزام بلاده بتقديم الدعم والمساعدة المطلوبين لغوث المنكوبين وشكر الأسد الإمارات قيادة وشعبا على مساعداتها التي تقدمها إلى الشعب السوري لافتا إلى أنها كانت من أولى الدول التي وقفت مع سوريا وأرسلت مساعدات ضخمة إغاثية وانسانية وفرق بحث وإنقاذ وأبدى تقديره لاستجابتها السريعة وأيضا زار الوزير الإماراتي مناطق متضررة من الزلزال بينها مدينة جبلة وإذا كانت دولتا الإمارات وسوريا لم تقطعا العلاقات الثنائية وحافظتا على سلك ديبلوماسي على الرغم من الحرب المدمرة فإن الزيارة التي تحمل بواعث إنسانية تتخطى الخلافات قام بها وزير الخارجية اليوناني نيكوس ديندياس اليوم إلى مناطق المنكوبة بالزلزال في تركيا بصحبة نظيره التركي مولود جويش أخلو وتجاوزت اليونان سيل الخلافات مع تركيا بتصريحات الرئيس التركي رجل طيب أردوغان الدائمة من أن القوات التركية ستأتي فجأة ذات ليلة وأن الصواريخ طيفون التركية الجديدة يمكن أن تصل إلى أثناء وتمتينا للعلاقات الموصولة بجسر من المساعدات وصل أمير قطر الشيخ تميم بن حمد الثاني إلى مدينة إسطنبول حيث التقى الرئيس أردوغان هذه الروابط والجسور على كارثة من حجم زلزال تركي سوري لم تبلغ لبنان المقطع الأوصال سياسيا وهو يتفكك بتزايد مستمر مع قرب عقاد الجلسة التشريعية يوم الخميس المقبل ما لم يتم ردمها تحت الأنقاض بفعل الخلافات وبموازيك المواقف خرج رئيس التيار الوطني الحر متنفسا بشهيق وزفير تشريعي على رئاسي فهو يريد الجلسة لكنه لن يدعى القوات اللبنانية تسجل عليه نقاطا في التمثيل المسيحي وآخر ركام باسيل أن التشريع هو للضرورات القصوى لكن الطارئة هو انتخاب الرئيس وليحصل إلا بالتفاهم والتشريع بشقه المالي لناحية الكابيتل كونترول عصف به تصريح نائب محمد رعد الذي أعلن أن حزب الله وحركة أمل اتخذ القرار بأن الأولوية هي حفظ ودائع المودعين رافضا أي حل يأتي على حسابهم لكن الجدل المستعر على التشريع كان في عمق الجلسة بحد عقادها والذي يقاطعها عدد من النواب بينهم لائحة الستة والأربعين المعارضة وحيال هذا الخلاف الدستوري قدمت المفكرة القانونية طرحها اليوم والمستند إلى فتاوى فرنسية وجزمت بأن منع التشريع يتعلق فقط بالجلسة التي يعقدها مجلس النواب لانتخاب رئيس الجمهورية وليس بكل الجلسات المرجح عقادها خلال الفراغ الرئاسي